السلام عليكم مشاهدين قناة بذرة كيف حالكم في هذا الفيديو حبيت نشارك معكم تجربة اللي عملتها مع نبتة جديدة عليها فقط باش نقول لكم باللي حتى وإن ما كناش نعرف كيفية العناية بالنبتة فهذا لا يعني أننا نبقى بعيدا عنها ولا نحاول إذن هنا عندي حوالي شهر ونص رحت لهذا المشتل وكنت نشري نباتات يعني ما كانش عندي فكرة معينة هي فترة اللي يكونوا فيها النباتات المظهرة فقط لإضافة بعض الألوان للحديقة فكنت نشوف النباتات ونشري وش نحتاج طبعا لكن توقفت هنا يا شد انتباهي هاد النبتة اللي ما كانتش عندي وعمري ما اهتميت بها بصراحة لكن مؤخرا نشوف في مجموعات تع الفيسبوك وفي التعليق تعال الفيديوهات على اليوتيوب الناس بزاد تطرح عليها اسئلة تقول باللي عندها مشكل مع هاد النبتة بأنها يا إما الأزهار تسقط يا إما أوراقها تصفر هي نبتة القاردينيا أنا ما عنديش ما كانش عندي من قبل ما تلاقيتش بها ما كانش عندي اهتمام فكيش شفتها قلت لما للتجربة أنا ما نعرفش طريقة الاهتمام بها نشوفه نديها طبعا حنقوم بالبحث عليها أكيد ونشوفه إذا رايح تنجح معايا هاد النبتة ودركا حوالي شهر ونص هاد أيام اللي شريتها شوفوا معايا النتيجة لقد أظهرت ووراني فرحانة بزاف لأنه يعني كيما قلت لكم نسمع باللي صح في الأيام اللولا كانت حالتها شوية لما شريتها أصلا كانوا عندها بزاف الأوراق اللي كانوا نشفين يبسين وواقعين بالصح قلت ما ليش ما كانش عندي الاختيار كانوا يا ربي نبتتين ولا ثلاثة اللي كانوا موضوعين ما كانش عندي يعني الاختيار باش نخير نبتة يعني اللي كانت حالتها جيدة من الأول فاخديت الأحسن من اللي كانوا موضوعين على على الرف ورحت بحث عليها لقيت باللي أنه هاد النبتة تحب التربة تكون يعني حامضية أسيديك بالإضافة إلى أنه تحب نزيدو لها الحديد اللي باش يبقى لها الإخضرار تاعة الأوراق التحا إذن هدك وش درت كانت فيه إصص صغير حوالي عشرة سنتيمتر هذا الإصص اللي كانت فيه غيرت هالي إصص أكبر نوعا ما حوالي هدية بلك عشرين سنتيمتر يعني مشي كبير كبير بزاف لأنه نبتة نزلت صغيرة كما راكوا تشوفوا إذن خيرت لها تربة مصرفة للماء قريت بأنه ما تحبش الشمس الساطعة لأنه تحترق الأوراق فوضعتها في مكان محمي يعني يتلقى الشمس بضعة ساعات فقط في النهار يعني ما تحترقش الأوراق بالإضافة إلى أنه ضفت لها هاد المادة اللي هي اللي يضيف لسيديتي تاعة التربة إذن هو نخلطه مع الماء ونسقي به نتبع طريقة الإرشادات الموجودة في العلبة ونتبع بها بالإضافة إلى أنه ضفت لها هاد السماد هو سماد خاص بالنباتات ومضاف إليها الحديد أيضاً مادة الحديد كنت لاحظوا نيتروجين تعود ناش الأمبيكات ناش سفر سفر إذن هذا يزيد نسبة يشجع النمو تاعة الأوراق تاعة النبتة بالإضافة أنه نضيف لها سماد آخر الأمبيكة الآخر أحياناً أيضاً سماد العادي هدية هدية يضيف مباشرة في التربة والسماد العادي نزيده في الماء تعسقي إذن نتيجة نظن ركنت شوفوا فيها مع أنه نبتة مازلت صغيرة لكن أعطتني الأزهار وكنت فرحانة بزاف 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 ورائحتها رائعة حتى لما نمر مع أنه شوفوا راهي غير ثلاثة أزهارات بصح ما زالوا كتير رايحني زدوا يتفتحوا في الأيام القادمة إذن حبيت بركة نقول لكم باللي إذا ما نجحتوش مرة مع نبتة ما تفقدوش الأمل النصيحة الأساسية اللي نعطيها لكم بحثوا على المتطلبات عن نبتة هذا هو الأهم شي إذا عرفتوا نبتة واشتحتاج وعطيتوا لها الاحتياج تحى أكيد رايحين تنجحوا وإذا ما نجحتوش المرة الأولى ما تيأسوش عودوا ربي وفقهم بإذن الله إذن خليكم مع مجموعة ترادسكانتيا بألوانها الجميلة للضفقة إيجابية إلى الحديقة وقلكم شكرا على المشاهدة وشكرا لقناة بذرة أيضا مرة أخرى على هذه الفرصة والسلام عليكم